السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرب جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفية الذي تلقاه سمو الأمير من الرئيس الأمريكي والذي تخلى له بحث العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتطلع الدائم لتعزيز التعاون المشتركة في شتى المجالات بحث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين الكويت وأمريكا وخلال اتصال الهاتفي تلقاه سمو الأمير من الرئيس الأمريكي أكد الجانبان على عمق العلاقات الكويتية الأمريكية ومتانتها وعلى التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما وعلى استمرار التشاور بينهما في ظل شراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين كما استعرض الزعيمان القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأنها كما أكد على أهمية تعزيز الأمن والاستغرار في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف وأكد الرئيس الأمريكي الالتزام بأمن الكويت واستغرارها والإشادة بدورها الإنساني وقد وجه الرئيس الأمريكي الدعوة لسمو الأمير لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يتم الاتفاق عليه متمنيا لسمو الأمير موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت كل الرغي والازدهار وقد ثمن سمو الأمير للرئيس الأمريكي هذا التواصل ووجهت دعوة له باسمه وباسم دولة الكويت وشعبها لزيارة الكويت متطلعا تلبيتها في المستقبل الغريب